بعد ما تكلمنا عن الأوبجكتات وعرفنا إيش هي بشكل عام وطرق التعامل معها وإنشاها في الجافة سكريبت أبعطيكم الآن ملخص يلخص لكم فكرة إنشاء الأوبجكتات في الجافة سكريبت بطرق مختلفة والاخترافات البسيطة بين كل طريقة والثانية مع شوية معلومات إضافية لجب أن تكون أنت عارفها زين طيب قائز بشكل عام إحنا ذكرنا أنه الديتا تايبز أو أنواع البيانات في الجافة سكريبت تقسم إلى قسمين رئيسيا أما تكون بريميتيب ديتا ثايبز أنواع بيانات أساسية زين مثلا النمبر والسترنج البوليون والنديفين والنو والسيمبل أو تكون أنواع بيانات غير أساسية أنواع البيانات الغير أساسية هي التي تقدر توصل لها خصائص عليها وكمان تقدر تنادي وتنفذ مثل عمليات عليها زين الأوبجكت أبيك تحط في بالك أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر ريفرنس طائب عشان كده تقدر توصل لخصائص وتقدر كمان أنت تنادي مثل فالريفرنس طائبز في جافة سكريبت عندنا الأوبجكت تعتبر الريفرنس طائب كذلك الاريز المصفات وأيضا أنواع أخرى راح نشوفها إن شاء الله مستقبل طيب إذن ما هي الطرق المختلفة لإنشاء الابجكتات في الجافة سكريبت؟ أول شيء من خلال استخدام الابجكت كونستركتر أو من خلال الليترال سنتاكس لهم أن تبدأ تحط أقوات متعرجة على طول فأخلونا نمر عليها بشكل سريع الآن إذن أول شيء راح نقول لت والأزيم في الأوبجكتات بإذن مستخدم كونست راح أعلمكم عليها بعد شوية تمام؟ فالآن راح نقول لت أوكي نسوي أوبجكت مثلا نسميه student يعملني أسويه بالطريقة هذه إنيوه object بعدين أبدأ أعطيه خصائص والخصائص إما أنك تجد تستخدم الـ dot notation مثلا راح تقول للاسم سارة أو أنك تستخدم الـ bracket notation وحكينا أنه الاختلاف بينها لما أتعامل أنا مع كود دايناميكلي مثلا مكتبات أو غيرها وأحتاج الخصائص أوصل لها من خلال كود برمجي فودت أستخدم طريقة الـ bracket notation تمام؟ فغالي مرة راح نسوي حاجة زكدة راح نقول student dot name مثلا يساوي سارة زي ما شفتم قبله شوية تمام؟ الطريقة هذه نقول لك مو بزينك تسويها الأزين أنت تسويها باستخدام الـ curly braces أو باستخدام الأقواس المتعرجة هذه لما أنت تسوي زي كده وهو بالضبط زي أنك أنت لما تجيب تقول a new object يعني تستخدم a constructor function object تمام؟ وهذا تعتبر أفضل يعني زين وتبدأ هنا تجيب الخصائص راح تقول اللي هي طبعا تكون key value pair وبين كل الخاصية الثانية تحط لي كما هنا تبدأ تجيب المفتاح اللي هي اسم الخاصية يعني فراح تقولها خاصية name وهنا أبدأ أجيب الاسم بما أنه بيكون string راح أحطه داخل codes لو كان في خاصية ثانية أبدأ أجيبها هنا بهذه الطريقة لو في خاصية ثاتي كمان أبدأ أجيبها هذه الطريقة أوكي تفيدك لما ما يكون فيه functions يعني لما تكون الدالة ما فيها أو لما يكون الـ object ما عنده عمليات وهو راح يسويها تمام؟ بس من يصير عندك functions فلو تستخدم هذه الطريقة على كل الـ object أنت راح تسويه لما يكون فيه دوال بتلاحظين ما حكيت لو كان فيه تعديل في دالة تلاحظ نفسك مجبورة تروح وتعدل في كل الكود وهذا يعتبر بهذه الـ practice صح؟ وعشان كده نستخدم الطرق الأخرى الطريقتين الأخرى هي إما الـ factory function أو الطريقة الثانية اللي هي الـ constructor function هذه الطريقتين نفس بعض ما في بينها اختلاف بالنسبة لنا فيه الـ java script ولكن الناس اللي جايين من مثلا لغات برمجية سابقة مثل لغة java أو c-sharp يفضل طريقة الـ constructor تمام؟ والذي جاي من يعني أو اللي يحب مثلا جاي من لغات أخرى كنا نرجع مثلا الـ object فوقتها نستخدم طريقة الـ factory هنا نسوي retain الـ object بينهم هنا نتعامل بـ add this والآن راح ندخل شوي أكثر فيها فاصيلة خلونا الآن نسوي فاكتوري فاكتوري فانكشن هدا راح نقول فانكشن أسميه مثلا create مثلا بوك ولا اللي يتبه مثلا make مثلا student أوكي وأبدأ الآن هنا أسوي object بطريقة الليتيرال وأعطيها الخصائص حقته وبعد ما أخلص أبدأ أسوي له retain أوكي فراح نقول مثلا زي قبل شوي بالضبط راح نقول name عبارة عن مثلا سارة وعلقنا عشان ما يكون الكود hardcoded ناخد القيمة كattribute بهذا الشكل زين إذا تبدأ تعديلها راح تقول name إذا تشابهت في الإيكما سكريبت الجديد إذا تشابهت اسم الخاصية مع البرامتر فإحنا نقدر نحدف واحد منها يعني خليها زي كده لو في خاصية ثانية مثلا الage أسوي بهذا الطريقة وأجي هنا أحط الage كبرامتر ثاني زين الآن الفانكشن نقدر كمان إحنا نسويها راح نقول أنه هذا الobject اللي أنا الحين قاعد أرجعه أوكي راح نقول له أنه بيكون عندها خاصية مثلا مثلا my function أي شيء أنت تبغى العملية حقتك يعني زين وتبدأ تحط anonymous function زين ما تعلمنا من قبل وتبدأ هنا تحط اللوجيك البرمجي الخاص بك نعم فهذه الطريقة الثانية نقول عنها الفاكتوري فانكشن فكرتها راح تخلق لك object تتصنيع لك object وترجع لك هذا الobject تمام طريقة إنشاءها جدا سهلة مو بمشكلة راح تيجي هنا راح تقول let أو const asian مثلا student equals طبعا make student وكذا راح نقول هنا make student وكلانها فاكتوري هذا الآن شوفه بيسوي object صحيح وبيعطيه القيم اللي أنا راح أرسلها له اللي هي الاسم والعمر زين ما تعلمنا في الدرس الماضي راح نقول مثلا الاسم هنا وهنا العمر أي إن كانت القيم يبدأه يخلق object وراح يرجع لي فالآن بيصير ال std يأشر على ال object اللي تمامه يرجع من هذه الفاكتوري الشيء المهم كمان هنا إنه لما نبي نوصل لي attribute فانيقدر من خلال هذه وكمان نقدر نزود attribute فراح اقول student dot name لو أعدل بس الاسم هنا خليه سارة راح اقول سارة بهذا الشكل أقدر أعطيه attribute زيادة؟ ياه مو بمشكلة مثلا تقدر تعطيه gpa gpa مو بموجودة بال function بس أقدر أعطيه مو بمشكلة بهذا الشكل وأقدر الآن هنا أقول له gpa لو ما حطيت هذه وش تعتبر الحين undefined تمام؟ طيب إذا نقدر إحنا نضيف attributes غير اللي موجودة فيه ال function نفسه تمام؟ الأمر الآخر زي ما أنك تقدر تضيف attributes تم تقدر كمان تحذف attributes بمعنى أنه الحين لو بتلاحظوا الطالب هذا عندها خاصيتين الاسم والعمر وأنا الحين قاعد أوصل لي الاسم لاحظوا أقدر أوصل له ما عندي مشكلة بس لو حكيت له std dot name وأبي سويلها delete أحذف هذه الخاصية فعندي operator اللي هو عبارة عن delete operator شغلته أنه يحذف هذه الخاصية فلان راح تجيني هنا undefined رغم أنها هي معرفة بس لما حذفت عنها هذه الخاصية فعن كده صارت undefined هل تقول له طيب ما الفائدة منها؟ طيب راح أقول لك أحد الأمثلة عليها وتطبيقاتها تخيل أنت الآن قاعد تسترجع object user من ال database واليوزر هذا عنده الاسم مثلا الإيميل ال Password وبيانات أخرى وتبغى ترجعه لليوزر تمام؟ لكن فيه خصائص تبغى تحذفها مثلا خاصية ال Password لا تبغى يرجع ال Password معها فعشان كده راح وقتها تسوي أنت delete لهذه الخاصية حتى لو يوصل لها ال Password راح تشوف أنه يطلع إلى undefined فهذا استخدام delete فإذا ال object هنا في javascript نحن نستخدمها لما يكون عندي فإذا لم يكن لديه 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 لديه لأنها لا تتواجد لديه بل تبدأ لأنها في لغاتها الثانية وعادة أن تكون أداة تبدأ هنا اللي يميز الـ Constructor Function وانت دائما راح تستخدم الـ This Reference راح أقلمك الان ايش نقصد به الـ This Reference الان هنا ابدأ احدد الخصاص اللي انا ابيها لهذا الـ الـ Object قاعد اسويه راح نقول مثلا خاصية الـ Name تساوي واخذ Name as a parameter من هنا راح اقول ارسل الان الـ Name وكل انا راح اراكم ماشي يعني This.Name وهنا مثلا This.Age يساوي الـ Age راح اخذها الـ Age كبرامتر تاني او كارغمت تاني في هذا الشكل لو كان فيه Functions وهو اكيد غالبا اللي راح يكون نسويها كمان راح نقول انه هذا الطالب بيكون عنده مثلا خاصية مثلا او عملية Add Course ايش تساوي انه Number Function وكي تبدأ تحط لي اللوجيك البرمجي الخاص فيك هنا اوكي طيب لاحظوا هاذا تقيقة الـ Constructor زيها زي الـ Factory بس في الـ Factory يمكننا نقول راجع Object بينما في الـ Constructor Function نصخدم الـ This Reference الان ايش نقصد به Add This ركز معي كيف راح نصخدم حين هذا الكود جدا سهل راح نقول Let or Const Asian Student يساوي انه عبارة عن عفوا انه عبارة عن Operator عبارة عن عملية فأدتا يخلق أو ينشأ أوبجيكتات جديدة في الداكرة الان مجرد تصير هذا الـ State وانتقاعد تصير شيء خلف الكوريس ستصير ثلاث اشياء راح افهمكم الان عليها فراح نقول مثلا اسم سارة والعمرة 23 أريكم تعرفوني هذه النقطة ايش نقصد فيها الـ New الان ايش راح تصير راح تصير ثلاث اشياء اول شي راح تأخذلك Object وتحطه فيه الذاكرة هذا رقم واحد يعني تصوي لك Object فاضي فيه الذاكرة زي كده تصوي لك Object في الذاكرة زي كده اثنين الـ This راح تخليه مؤشر يأشر على الـ Object اللي صار الان في الذاكرة الآن من اجي و اقول This.Name كأنني قاعد اضيف خاصية لهذا الـ Object اللي موجود في الذاكرة واسند القيمة لها بالقيمة اللي انا مررتها تمام؟ فهذا المقصود بـ New نتصوي لي ثلاث اشياء تخلق لك ايه Object بشكل عام تصوي Object فاضي في الذاكرة MT Object بعدين This يصير يأشر على هذا الـ Object لأنه مؤشر This.Name تعطيه هذا الـ Object اللي قاعد انا أشر عليه تعطيه وشه تعطيه خاصية name وتسند فيها القيمة اللي انا ارسلتها لأن هذا هو المقصود بـ Add This المجرد مؤشر على الـ Object الحالي الموجود في الذاكرة زين تمام؟ وطبعا احنا الان نقدر اكيد انه نضيف لك خصائص اخرى لو نبي راح انقوموا مثلا Student.Method لو حابين رغمنا هذا الشيء قليل يعني هذا الان صار كأن التصميم اقدر اسأل منه عدد كبير من الـ Object زين ما اقدر اضيف خصائص كمان اقدر انا احذف خصائص وايضا اقدر اني انادي المثل الموجودة عندي لكن اذا كان مثل لازم انت تسوي له Call يعني تحط للاقواس المتالجة لو تلاحظون هذا الـ Logic اللي انا حاط الـ Logic طيب الامر الاخر اذا نسينا الحين كلمة New اوكي هنا راح يكون عندنا تطبيق خاطر وهذا لازم تنتبهون عليها كون اتعطيت برمى اشياء المهمة زين الان لو اقوله Student.Name لاحظوا معي ايش اللي بيصير هنا اللي بيصير الحين اذا نسيت كلمة New فالان This قاعدة تأشر على Global Object اللي هو عبارة عن الـ Window على سبيل المثال شوفوا الان لو اثبت لكم هذا الكلام لو نجي نطبع This يعني انت قاعدة تأشر على مين بتلاحظون بشكل افتراضي اوكي راح يأشر على مين راح يأشر على الـ Window Object شايفينا اللي هو الـ Window اللي احنا شغالين فيه الان في البرنامج بينما لما اقول له New فهو الان قاعدة يأشر على الـ Object الطالب شايفين Object نوع Student بينما قاعدة شوي بيدون كلمة New فهو الان قاعدة يأشر على الـ Object اسمه Window والـ Window Object عندها خصائص متعلقة فيه معرف مسبقا فيه البراوزر اوكي فالان هنا انت كأنك قاعدة تقول هذا الـ Window هذا الـ Object وهو الـ Window زي ما عنده عنده فانكشن اسمها Post Message تمام كأنك قاعدة تقول له اضيف له خاصية اسمها نيم اضيف له خاصية اسمها ايج اكيد هذا الشيء انت ما تبغى زين عشان كده حطه في بالك دائما لا تنسى تستخدم A New فالـ New ايش بتسوي راح تخلق لك Object في الذاكرة تمام Object فاضي في الذاكرة This.name الى آخرة تعطيك طبعا بيانات او ترطي خصائص لهذا الـ Object وتسند القيمة اللي انت أرسلتها والآن اقدر اني اطبع مثلا الـ Name وغيرها من الخصائص الموجودة في هذا الـ Object اذا هذه الثلاث طرق المستخدمة لانشاء الـ Object في الجافة Literal Syntax اللي هي باستخدام القواس المتعرجة او الـ Function الـ Factory Function اللي هي انت تصنيعية راح ترجع لك Object او الـ Constructor Function الثنتين هذي الـ To Functions هذي تستخدمها لما انت تبغى تصميم واحد وتخلق عدد كبير من الـ Object بينما اذا كان مجرد Object واحد يعني ما في عدة Objectات فوقتها لا وما في كمان كام Functions فوقتها استخدم طريقة Literal كونها تعتبر طريقة المفضلة الآن بالنسبة لي استخدام كلمة Let أو كلمة Const الـ Objectات فوقت ازيان انك انت تستخدم معاها كلمة Const لانك غالبا لما تسوي انت Object مثلا Student فخلاص تبغى هذا المتغير STD دائما يأشر على هذا Object يعني دائما تبغى يأشر على هذا Object انت راح تسويه فبتقول راح يكون عنده Name كالعادة راح نقوم مثلا سارة الى اخر زين مثلا عندها خاصية ثانية اللي هي Age مثلا عشرة طيب لاحظ الان الـ STD بشكل عام انا ما عادي برا غيرها يعني اذا سويت كذلك المتغير جاي constant لثابت يعني فراح يقول لك انه assignment و constant راح يطلع لي خطأ لكن البيت تكون فاهمة انه بالنسبة لي الخصائص احنا نقدر نغيرها يعني الان من اجي انا اقول Log ل STD.name راح يكون سارة سارة هذه اقدر اغيرها لانها مجرد خاصية انا قاعد اغير خاصية مش قاعد اغير الـ Object بشكل كامل اوك عشان كذا نقدر احنا نقول STD.name خلها تساوي مثلا خالد وكيف الان من اجي اطبع ما عندي مشكلة راح يطيني خالد فهنا انت انتبع قاعد يتغير الخاصية مش قاعد يتغير الـ Object تغير الـ Object وهو ثابت لما تيجي تقول الـ Student يساوي انت الان قاعد تغير الـ Object هاد يعتبر خطأ كانك تغير متغير جاي constant بس الخصائص ما عندي مشكلة ك-Best Practice او ك-Good Practice الازن دائما الـ Object نحطها constant لانه خلاص يعني دائما الـ S-T-D هادا راح يقشر على هذا الـ Object وحتى لو سويت كده الخصاص انا اقدر اغيرها ما عندي مشكلة فيها تمام؟ براك